شرف الدين عمارة رئيسة حدي جزائري قال ان كأس العرب بطولة مفيدة جدا للمنتخبات للتحضير الاستحقاقات المقبلة وقال مواجهة مصر في كأس العرب علاقتنا جيدة مع عشقائنا المصريين وقال ان عودة كأس العرب بعد غياب طال ستعود بالفائدة على المنتخبات العربية البطولة بدون المحترفين الدوليين عشان كده النهاردة مجيد بقرة المدير الفني المنتخب الجزائر للمحليين هيضم بعض اللعبين المحترفين فيهم بقى في الدوريات العربية في الدوريات ايه العربية ايه عنده مثلا بغداد بونجاح بلعب في سد القطر العب هايل يوسف بلايلي في نادي قطر رئيس مبلحي في الاتفاق عز الدين دوحى في الرائد السعودي مهدي عبيد في النصر الاماراتي سوفيان هاني في الغرفة القطري ياسين إبراهيمي في الريان عدلان قديورة في الغرفة وغيرهم 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 فعايز اقول في النهاية انه هذه البطولة هتكون بطولة في منتهى منتهى القوة والروعة ويكفي ان معمول لها 25 مليون دولار جوائز ودي جوائز قوية جدا 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 وان الفائز الاول بايز البطولة هياخد 9 مليون دولار 9 مليون دولار اضرب يا عم في 16 اضرب حتى في 15 اطلع رقم محترم هيخش اروقة اتحاد الكورة لو ربنا كرم منتخبنا الوطن واخد البطولة والتاني له مبلغ محترم جدا وبعين الباقي هيتوزع على كل المنتخبات حسب ترتبهم في نهاية المسابق سيبك من كل الجواز المالية هذه البطولة كأس العرب هي عودة للقاء الشباب العربي وده الاهم والله تلعب مع شباب السعودي وتلعب مع الشباب القطر وتلعب مع الليبيين وتلعب مع السودانين وتلعب مع المغربة وتروح مرة تانية فليبيا وهنا وتروح وتي منتهى الجمال منتهى الجمال كمان هي بطولة قوية استعدادا واستعداد قوي جدا لكأس العالم وتصفيات كأس العالم وايضا أمم أفريقيا فيما يتعلق بالدول اللي موجودة في قارة أفريقيا وأمم أسيا للدول اللي موجودة في هذه البطولة من قارة أسيا الشقيق